اشتركوا في القناة رئيس اللجنة التمسيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته وقانون مجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 وتعديلاته والاطلاع على نتيجة انتخابات بطرياركية الأرمن الأرثوذوكس بالقدس الشريف بتاريخ 24 يناير 2013 وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً للمصلحة العامة رسمنا بما هو آه مادة واحد المصادقة على الانتخاب المصادقة على نتيجة انتخاب بطرياركية الأرمن الأرثوذوكس واعتماد صاحب الغبطة البطريارك المنتخب نورهان منو جيان كبطريارك القدس للأرمن الأرثوذوكس اعتباراً من تاريخ 24 يناير 2013 مادة اثنين التنفيذ والنفاذ على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر في مدينة رامالله بتاريخ 28 فبراير 2013 محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحقيق ويعمل بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر